في سؤال في الشرع المصري مهم جدا اننا نجاوب عليه وهو ليه انا مفروض اهتم بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ النهاردة عقد اولى جلساته الجلسة الافتتاحية الاولى اللي ادى اليمين الدستورية فيها 299 نائب لانه كان فيه نائب متغيب احنا عدد مجلس النواب 300 نائب لكن احد النواب لظروف خارجة عن ارادته تغيب اليوم فكان فيه 299 نائب فيه حملة كبيرة جدا بتستهدف مجلس الشيوخ وبيقولوا انه هذا المجلس مالوش قيمة مالوش اهمية هيقدم ايه للمصريين هي زيادة مصريف وزيادة اعباء ماهو الناس اللي موجودين دول اكيد بياخدوا فلوس كتير طيب هيقدموا ايه للشعب المصري عاوز اقول لحضرتك انه اهمية هذا المجلس هذا المجلس مجلس الشيوخ في كذا نقطة اول حاجة انه تعبير عن ارادة حقيقية للشعب المصري في استكمال مؤسسات الدول استكمال مؤسسات الدول وحكاية استكمال مؤسسات الدولة دي مهمة جدا لانه طول ما عندك مؤسسات مكتملة وبتقوم بدورها ومستقرة ورسخة معنى كده ان الدولة كلها مستقرة معنى كده انك ماشي للامام وده اللي بيزعج خصوم هذا البلد لانك كل ما تستقر اكتر كل ما رجليك تتسبت في الارض اكتر كل ما يدركوا انه احلامهم لهدم هذا البلد بتتراجع وتتضاءل وتتبخر فاول حاجة انه انت عندك مؤسسة الغرفة التانية من التشريع اللي هي جنب مجلس النواب وتقدر تقول طب ليه عملنا مجلس الشيوخ بعد ملاغناه لانه الاعباء الاعباء الملقاة على مجلس النواب اعباء كثيرة جدا وانت محتاج لمجلس يناقش ويحاور ويحلل ويفسر ويبحث القضايا العامة في البلد والمشروعات اللي البلد بتعملها ويقدم اقتراحات ولذلك هذا المجلس يأتي في موعده تمام ده رقم واحد رقم اتنين انه هذا المجلس له اختصاصات حقيقية نص عليها الدستور او القانون بتاع مجلس النواب اللي توافق عليه مجلس النواب بتأسيس مجلس الشور حدد له الاختصاصات بتاعه النهاردة تم تحديد رئيس مجلس الشيوخ وهو المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وانتخاب الوكيلين الوكيل الاول القانوني الكبير والقامة السياسية الكبيرة المستشار بها ابو شؤ ده هو الرئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وهو رئيس سابق للمحكمة الدستورية العليا يعني احنا قدام قامة قانونية عظيمة جدا تجلس الان على مقعد رئيس مجلس الشيوخ المصري الوكيلين الوكيل الاول المستشار بها ابو شؤة والوكيل الثاني في بفاوسي وتم هذا بالانتخاب للوكيلين ولرئيس المجلس رئيس المجلس طبعا محدش ترشح قدامه فيعني تم التصويت عليه طيب قال ايه بقى بلاش احنا نقرأ لحضراتكو او نجيب القانون رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق هيقول لحضراتكم ايه اختصاصات هذا المجلس وليه هو مهم خلينا اسمع مع بعض الشباب لقد اختصت دستور مجلسكم بمهام جسام اذا اختصوا في المادة 248 بدراسة واقتراح ما يراه كفيلة بتقوية دعائم الديمقراطية وعلى رأسها الانتخابات والاحزاب والبجتمع المدني واعلاء قيم التسامح السياسي وتمكين المرأة واشراك الشباب وعير ذلك من دعائهم تدرسونها وتقترحون ما يقويها باي صورة ترونها من صور المقترحات بما في اقتراح مشروعات القوانين كما اختصه ايضا بدراسة ما يراه كفيلا بدعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته وعلى رأسها محاربة الارهاب والقضاء على اسبابه ومعالجة الزواهر الاجتماعية السلبية التي برزت مؤخرا وإعلاء مبدأ المواطنة والتآلف بين أبناء الأمة كذلك اختصوا الدستور باقتراح ما يراه كفيلا بدعم المقومات الأساسية للمجتمع وهي المقومات الاجتماعية والمقومات الاقتصادية والمقومات الثقافية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور في أربعين وأرداء طب إذن هذه هي اختصاصات مجلس الشيوخ ألقاها رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازي على الأعضاء الناس لازم زي ما كنت بقول لحضراتكم مش مطلوب انك تعجب بكل ما تفعله الدولة المصرية ولكن على الأقل مطلوب ان تسق فيه ما يتم من إجراءات على الأرض انت قدام تلتمية نائب متين منهم دخلوا المجلس بالانتخاب فيه مية كانوا في القيمة ومية كانوا في الفردي ثم تم اختيار مئة من الشخصيات المصرية المرموقة فيه مجالات مختلفة الحقيقة اختيارات تشرف فيه عدد كبير جدا من الفنانين من المفكرين من الصحفيين من الإعلاميين من شخصيات تنتمي إلى المجتمع المدني من النقابات كل ده بيسير فيه اتجاه واحد وهو المناقشة والحوار والاقتراح انا بقى عايز اقول حاجة واعتبروا هذه دعوة دعوة للشعب المصري اغمع هذا المجلس مجلس الشيوخ من شأنه انه يقعد يناقش مثلا خطط التنمية بتاعت البلد يناقش مشروعات القوانين او المشروعات المكملة للدستور اللي هتروح من رئيس الجمهورية او هتروح من مجلس النوات المعاهدات ذات السيادة هتروح لمجلس الشيوخ عشان يناقش انا بقول بدعو الشعب المصري كله اي حد عنده فكرة اي حد عنده مشروع اي حد عنده اقتراح ابعتوها لمجلس الشيوخ وباقترح على مجلس الشيوخ على رئيس مجلس الشيوخ المسشارة عبدالوهاب عبدالرازي يا فندم يمكن ان تخصص مثلا المجلس يخصص رقم على الواتس اياب مثلا او يخصص ايميل ويعلن ده بحيث انه اي حد في مصر عنده فكرة عنده اضافة يبعتها للمجلس ويتبقى هذه الفكرة محل نقاش ليه لان احنا بنتكلم عن هذا المجلس هو مجلس تطوير مصر مجلس يعني يحافظ على الحيوية التي نريدها لمصر من خلال النقاش ومن خلال الحوار فانا اتمنى انه المجلس يستجيب لهذا الاقتراح تخصيص وسيلة تواصل اي وسيلة انتوا تشوفوها مناسبة بحيث انه المصرين جميعا على اختلاف طوائفهم العلماء الكتاب المسقفين المواطنين العاديين اللي عندهم افكار يبعتوا بيها الى مجلس الشيوخ وتكون هذه الافكار محل اهتمام ومحل نقاش اشتركوا في القناة